بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلا وسهلا بكم اليوم بإذن الله سوف يكون لدينا حل الفصل الثاني من منهجنا أحياء اثنين ثلاثة يظهر معنا في أولى الأسئلة في مراجعة المفردات بالتحديد استبدل واستبدلي الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة الذاتية التغذي جزي الطاقة في الخلية والصحيح نذكر بأنه الـ ATP هو جزي الطاقة في الخلية في السؤال الثاني تسمى دراسة تدفق الطاقة وتحويلها من شكل إلى آخر نسميها الديناميكا الحرارية في السؤال الثالث توجد الطاقة الحيوية في أشكال كثيرة نستبدل الطاقة الحيوية بالطاقة وفي السؤال الرابع تسمى التفاعلات الكيميائية المتنوعة التي تنتج الطاقة في الخلية بالمخلوقات الحية الذاتية التغذي والصحيح نسميها بعمليات الأيض تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية خلال عملية ضوء الشمس والصحيح أن هذه الطاقة الضوئية تتحول خلال عملية نسميها عملية البناء الضوئي في تثبيت المفاهيم الرئيسة أسئلة من متعدد في السؤال السادس أي مما يأتي ليس من خصائص الطاقة في الخيار دي تتغير تلقائيا من عشوائية إلى منظمة بينما جميع الخيارات يمن خصائص الطاقة في السؤال السابع أي المخلوقات الحية الآتية تعتمد على مصادر خارجية للمركبات العضوية ومثل ما يظهر معنا جميعها لا تعتمد سوى غير ذاتية التغذي استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال الثامن أي مما يأتي في هذه السلسلة الغذائية يوفر الطاقة لجزء واحد آخر فقط مثل ما يظهر معنا الذاتية التغذي ونعني بها النباتات التي تظهر في هذه السلسلة في السؤال التاسع ما الذي تخزنه الخلايا وتطلقه بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة الكيميائية مثل ما تعلمنا مركب الـ ATB في الأسئلة البنائية السؤال العاشر إجابة قصيرة فيما تختلف المخلوقات الحية ذاتية التغذي وغير ذاتية التغذي في طريقة حصولها على الطاقة مثل ما تعلمنا تحصل المخلوقات الحية ذاتية التغذي على الطاقة بامتصاص الطاقة الضوئية من الشمس حين تحصل عليها المخلوقات الحية غير ذاتية التغذي على الطاقة من الغذاء في السؤال الحادي عشر نهاية مفتوحة استخدم التشابه في وصف دور جزئي الـ ATB في المخلوقات الحية كمثال نظهر لكم البنزين الذي يستعمل لتحريك السيارات هو عبارة عن ATB يشبه عمل على استمرار عمليات الحيوية في المخلوقات الحية ويشبه عمل هذا الـ ATB على استمرار العمليات الحيوية في المخلوقات الحية ويزود الخلايا الحية بالطاقة اللازمة لعملها إذن هو عبارة عن طاقة عبارة عن وقود جعل أو كان مصدر أساسي لاستمرار العمليات الحيوية في التفكير الناقض السؤال الثاني عشر صف وصفي كيف تتحرر الطاقة من جزئي الـ ATB عندما تتكسر الرابطة بين مجموعات الفسفات الثنائية والثانية والثالثة في الـ ATB ويتحول إلى ADB تتحرر هذه الطاقة ومثل ما ذكرنا في حالات نادرة جدا تنكسر الرابطة الثانية ويتحول إلى AMB في السؤال الثالث عشر أربط بين تفاعلات الهدم والبناء ثم وضح التشابه في العلاقة بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي تخزن عملية البناء الطاقة من خلال بناء الجزئيات في حين تحرر عملية الهدم الطاقة من خلال تحليل الجزئيات المواد التي تنتج عن البناء الضوئي توصبح مواد متفاعلة في التنفس الخلوي والمواد التي تنتج في عملية التنفس الخلوي توصبح مواد متفاعلة في البناء الضوئي في مراجعة المفردات اختر واختر المصطلح الصحيح من صفحة دليل مراجعة الفصل الذي يمثل كل من التعريفات الآتية مكان حدوث التفاعلات الضوئية مثل ما تعلمنا هذه التفاعلات تحدث في غشاء الثايلة كويت في السؤال الخامس عشر رزمة من أقراص الثايلة كويت عندما تتجمع هذه الأقراص هذا الثايلة كويت أسمينا هذه الرزمة أو هذه الحزمة بالقرانم بالقرانة نستطيع أن نعبر عنها بالطريقتين في السؤال السادس عشر جزئي ملون يمتص الضوء نعبر عنه بالصبغة في السؤال السابع عشر عملية يتم فيها تخزين الطاقة في الجزئيات العضوية أسمينا هذه العملية بحلقة كالفن في تثبيت المفاهيم الرئيسة استخدم واستخدمي المعادلة الآتية للإجابة عن السؤال الثامن عشر هنا يظهر معنا معادلة البناء الضوئي هنا في السؤال الثامن عشر يتسأل ما ناتج عملية البناء الضوئي الذي يتحرر إلى البيئة هل هو ثاني أكسيد الكربون أم الماء أم الأكسجين مثل ما تعلمنا أولى المركبات التي تخرج حرة وهو الأكسجين أي مما يأتي يمثل الغشاء الداخل البلاستيد الخضراء المنظم في صورة أكياس غشائية مسطحة مثل ما تعلمنا سويا أسميناها الثيلة كويدات ما مصدر الطاقة اللازمة لبناء الكربوهايدرات في أثناء حلقة كالفن تعلمنا سويا بأن هذه الحلقة تستخدم النواتج التي كانت في العملية الأولى من التفاعلات الضوئية وهي الناد بي إتش والأي تي بي في سؤال 21 ما الطول الموجي للضوء الذي تمتص عند أصباغ الكاروتينات أعلى نسبة من الضوء نحن نتبع الجدول الكاروتينات أشرنا لها باللون الأحمر يظهر لنا أنها تمتص أكبر موجة عند مقدار 500 أو عند طول الموجي 500 في الأسئلة البنائية في سؤال 22 إجابة قصيرة لخص ولخصي مراحل عملية البناء الضوي وصف وصفي أن تحدث كل مرحلة في البلاستيدا الخضراء نستطيع أن نلخص العملية بأن نذكر يتم امتصاص ضوء الشمس بواسطة الكولوروفيل وإنتاج الأي تي بي والناد بي إتش وتستعمل في التفاعلات اللاظوئية تحدث في أغشية الثيلاكويت أما التفاعلات اللاظوئية وهي حلقة كالفين تستخدم هذه النواتج الناد بي إتش والأي تي بي في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى جلوكوز وتحدث في اللحمة أو الحشوة للبلاستيدا في سؤال 23 إجابة قصيرة لماذا يعد تحرير أيونات الهيدروجين ضروريا لإنتاج الأي تي بي في أثناء عملية البناء الضوئي إنتاج أيونات الهيدروجين ضروري لبناء جزيات الأي تي بي لأنها تحول الأي تي بي إلى أي تي بي بواسطة إنزيم بناء في السؤال 24 إجابة قصيرة فسر وفسري لماذا تعتمد حلقة كالفين على التفاعلات الضوئية تعتمد حلقة كالفين على الطاقة التي توفرها التفاعلات الضوئية ومثل ما ذكرنا وتكرر معنا سواء بالشرح أو حتى هنا نحن نحل الأسئلة وهي المركبات الأي تي بي والناد بي إتش اللازمة لإنتاج سكر الجلوكوز خلال حلقة كالفين في التفكير الناقد في سؤال 25 فسر وفسر الجملة الآتية الأكسجين المتحرر من عملية البناء الضوئي مجرد ناتج ثانوي يتكون في أثناء إنتاج الزيئات الأي تي بي والكربوهايدرات يتحر الأكسجين إلى الجو في أثناء بناء الجلوكوز وهو ليس بناتج يتكون لتستعمل المخلوقات الحية ذاتية التغذية في سؤال 26 توقع وتوقع أثر فقدان الغابات في عملية التنفس الخلوي عند المخلوقات الحية الأخرى تقلل إزالة الغابات من عدد الأشجار التي تكون بعملية البناء الضوئي لذا تقل كمية الأكسجين المتحرر للجو مما يؤدي إلى نقص كميتها اللازمة لعملية التنفس الخلوي في سؤال 27 صف وصفي مسارين بديلين لعملية البناء الضوئي في النباتات واقترح واقترحي كيف يمكن أن تساعد هذه التكيفات النباتات ظهر معنى أن هناك مسارات تستخدم كمسارات بديلة مثل ما تعلمنا في المسار الأول مسار السيفور يتم في تثبيت ثاني أكسيد الكربون في جزيئات ربعية الكربون بدلا من جزيئات ثلاثية الكربون في حلقة كالفل وهذا يساعد النباتات على القيام بعملية البناء الضوئي وتقليل فقدان الماء كذلك في المسار الثاني في النباتات ومسار كام ذكرنا أنه يدخل ثاني أكسيد الكربون في الليل فقط عندما يتم تثبيته في المركبات العضوية وفي النهار يتحرر إلى حلقة كالفل يزودها بكميات كافية من ثاني أكسيد الكربون وفي المقابل يحد من فقدان الماء كلا المسارين يساعدان النبات على البقاء والعيش في الظروف المناخية القاسية في مراجعة المفردات تعرف وعرفي المفردات الآثية بجملة تامة في سؤال 28 يذكر حلقة كربس نستطيع أن نعبر عنها بأن سلسلة تفاعلات ينتج عنها تحلل البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون في سؤال 29 عمليات التنفس اللاهوائي تحدث عملية التنفس اللاهوائي في غياب الأكسجين في السؤال 30 التخمر هو عبارة عن مسار لهوائي يتبع التحلل السكري ويحدث أيضاً في معزل عين الأكسجين هنا يذكر لنا هوائي أو عبارة هوائي هي عملية تحتاج إلى وجود الأكسجين التحلل السكري مثل ما تعرفنا وتعلمنا ذكرنا بأنها عملية لاهوائية يتحلل فيها الجلوكوز إلى بيروفيت في السيتوبلازم استخدم وستخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 33 و 34 في سؤال 33 نتساءل ما العضية التي يوضحها الشكل الأعلى هل هي جهاز جولجي النواء الميتوكندريون الشبكة الإندوبلازمية ثلما تعلمنا والعلنة ذكرنا وعلقنا هذه تمثل عضية الميتوكندريون في سؤال 34 ما العملية التي لا تحدث في العضية في الشكل أعلى هل هي التحلل السكري حلقة كريبس تحول البيروفيت والأستيل كوينزايم أو سلسلة نقل الإلكترون مثل ما ذكرنا التحلل السكري هذه العملية لا تحدث في الميتوكندريون هذه العملية كانت تحدث في السيتوبلازم في سؤال 35 أي من ما يأتي لا يعد من مراحل التنفس الخلوي إذن عندما تتبع هذه الخيارات تخمر حمض اللاكتيك لا يمثل مراحل التنفس الخلوي في سؤال 36 ما الذي ينتج عند مغادرة الإلكترونات سلسلة الإلكترون في التنفس الخلوي وارتباطها مع المستقبل النهائي لإلكترونات في السلسلة بالتأكيد يخرج لدينا هنا الماء في سؤال 37 في نهاية أو في نهاية عملية التحلل السكري من جزئ الذي يتم فيه تخزين معظم الطاقة الناتجة عن الجلوكوز ذكرنا بأنه يتم تخزينه في مركبات ثلاثية الكربون أسميناها البايروفيد في الأسئلة البنائية وبالتحديد سؤال 38 إجابة قصيرة ناقش وناقشي دور كل من الناد H والفاد H2 في عملية التنفس الخلوي يوفر التأكسس الجزئات الناد H والفاد H2 الإلكترونات تستعمل في سلسلة نقل الإلكترون والتي توفر بدورها الطاقة اللازمة لنقل أيونات الهيدروجين ومن ثم إنتاج الـ ATB لعلنا تعلمنا أن الناد H تعطينا ثلاثة ATB والفاد H تعطينا اثنين ATB خلال تحلل هذه المركبات في سؤال 39 إجابة قصيرة في التنفس الخلوي ما مصدر الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون وما وجهتها النهائية مصادر الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون هي تفكك جزئات الناد H والفاد H2 وتتجه هذه الإلكترونات في النهاية للارتباط مع عيونات الهيدروجين والأكسجين لتكوين جزئي الماء في سؤال 40 إجابة قصيرة لماذا تشعر بالألم في عضلاتك بعد القيام بتمرين رياضية مرهقة لأننا علقنا على هذه الجزئية ونحن نتحدث عن التنفس اللاهوائي وأنه عندما لا يكون هناك وجود الأكسجين الكافي داخل العضلات تبدأ هذه العضلات باتخاذ مسارات بديلة عملية التخمر التي ينتج عنها حمض اللاكتيك عندما يتراكم هذا الحمض داخل العضلات سوف نبدأ نشعر بالإرهاق والإعياء وقد يصل الأمر لوصول هذه العضل للشد العضلي الإرهاق والتعب للعضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية عندما يتم إنتاج حمض اللاكتيك بعملية تخمر البيروفيت التي تحدث عندما تنخفض مستويات الأكسجين في التفكير الناقض سؤال 41 فسر وفسر النواتج النهائية في عملية التنفس الخلوي وهي الماء وثاني أكسيد الكربون من أين جاء الذرات الأكسجين في جزي ثاني أكسيد الكربون ومن أين جاء الذرات الأكسجين في جزي الماء يعد الجلوكوز مصدر ذرات الأكسجين في ثاني أكسيد الكربون أما مصدر ذرات الأكسجين في الماء فهو الهواء الجوي في سؤال 42 استنتج واستنتجي ما مزايا عمليات الأيض عند وجود الأكسجين عمليات هوائية مقارنة بعمليات الأيض عند غياب الأكسجين عمليات لا هوائية من حيث إنتاج الطاقة في المخلوقات الحية عمليات الأيض بوجود الأكسجين في التنفس الهوائي أكثر فاعلية في تكوين جزائي الـ ATB لأن حلقة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون تحتاج إلى وجود الأكسجين وتنتج 34 جزائيا من الـ ATB بينما يتم إنتاج جزائيا فقط من الـ ATB بواسطة عملية التحلل السكري وهو عملية لا هوائية قارن وقارني بين نقل الإلكترونات في عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي مصدر الإلكترون في البناء الضوئي تفكك الماء أما في التنفس الخلوي تفكك جزائيات الـ NADH والـ FADH2 مستقبل الإلكترون في البناء الضوئي فهو الفيروديكسين هذا البروتين كان يتواجد على غشاء الثايلوكويت أما في التنفس الخلوي فهو الأكسجين يحدث النقل الإلكتروني في البناء الضوئي في أغشية الثايلوكويت أما في التنفس الخلوي فتحدث على طول الغشاء الداخلي للميتوكندريا في السؤال الأول من الاختبار المقنن أي الخطوات الآتية تحدث في حلقات كالفين تكوين جزيات الـ ATP تكوين السكريات السداسية الكربون تحليل غاز الأكسجين نقل الإلكترونيات بواسطة النادبي مثل ما تعلمنا أن الخطوة تحدث في كالفين هي تكوين السكريات السداسية الكربون أي تحولات الطاقة الآتية يحدث المخلوقات الحية الذاتية تتغذي فقط من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الميكانيكية من الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحرارية من الطاقة الضوئية إلى الطاقة الكيميائية من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الحرارية مثل ما تعلمنا تستخدم الضوء وتحول إلى طاقة كيميائية في صيغة مركبات كربونية السؤال الثالث أي مركبات التي تحفي الكربون يتم إنتاجها خلال عملية التحلل السكري مثل ما تعلمنا البايروفيت هو ناتجها به العملية أي الجزئات الكبيرة الآتية يمكن أن تتكون باستخدام السكريات التي تنتج خلال عملية البناء الضوئي في النباتات في أكيد إنتاج السليلوز كسكر معقد تحتاج إليه النباتات ما مصدر الإلكترونات في مرحلة سلسلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي تكون الستيل كونزاين في أثناء حلقة كريبس إنتاج جزئات الناد H والفاد H2 في أثناء حلقة كريبس تخمر حمض اللكتي كامبكسي الروابط خلال عملية التحلل السكري مثل ما تعلمنا وإنتاج جزئات الناد H والفاد H2 في أثناء حلقة كريبس أي المجموعتين في جزئي ATP في الشكل الأعلى يجب أن تتكسر رابط بينهما حتى تتحرر الطاقة التي يستخدمها المخلوق الحي هنا أشار لنا في الرمز يظهر معنا واحد واثنين وهي التي تتكسر ليتم إنتاج هذه الطاقة أي مراحل البناء الضوئي تتطلب وجود المال لإتمام التفاعل الكيميائي وتحويل الناد B بلس إلى الناد B H السؤال الثامن أي العمليات الخلوية الآتية تختزن الطاقة؟ وتحول الـ ADB إلى ATP تختزن بمعنى أن نحفظ الطاقة لا نحرر الطاقة هنا خزنا الطاقة استطاعنا يكسب هذا المركب الـ ADB منخفض الطاقة طاقة عالية وهو عبارة عن مركب الـ ATP في السؤال التاسع سم الجزئين في الشكل الأعلى الذي يمثل بلاستيدا خضراء وحدد مراحل البناء الضوئية تحدث في كل جزء إذن هنا في الجزء الأول الثالي لكويت تحدث فيها التفاعلات الضوئية وهي المرحلة الأولى بينما الجزء رقم 2 أو رقم 2 يشير للحمة وما نسميها بيئة الحشوة تحدث فيها حلقة كالفين وهي المرحلة الثانية في السؤال العاشر ربط واربطي بين روابط مجموعات الفوسفات في جزء الـ ATP وتحليل الطاقة عندما يتحول جزء ATP إلى جزء ADP يتم تخزين الطاقة في الروابط بين مجموعات الفوسفات في جزء الـ ATP وعند إزالة مجموعات الفوسفات تتحرر الطاقة ويتكون جزء ADP في السؤال الحدي عشر كيف يمكن أن يكون أو يكون المخلوق الحي ذاتي وغير ذاتي التغذي في الوقت نفسه هنا يظهر لنا قد يكون المخلوق الحي نباتي يصنع غذاء بنفسه كما يمكن أو يستطيع أو يكون قادر على التغذي على الحشرات مثل النبات صايد الذباب أو الفينوس هذه النباتات التي تعيش في تربة تفتقل للنيتروجين أحيانا تضطر للتغذي على النباتات لتعوض هذا النقص في السؤال الثاني عشر أذكر إنزيمين مرتبطين مع عملية البناء الضوئي وصف دورهم إنزيم بناء الطاقة الـ ATP يضخ أيونات الهيدروجين عبر غيشات ثايل أكويد وإنزيم روبيسكو الذي يحول جزيئات الجي ثري بي إلى جزيئات رايبولوز ثنائي الفوسفات كما يساهم في تكوين الجيلوكوز في أي إزاء النبات تتوقع وجود خلايا تحوي أكبر كمية من البستيدات الخضراء؟ فسر إجابتك الأوراق لأنها المسؤولة عن القيام بعملية البناء الضوئي في السؤال الرابع عشر عادة ما يتحدث عدى أول مسافات الطويلة عن التدريب الذي يهدف إلى رفع العتبة اللاهوائية العتبة اللاهوائية هي النقطة التي لا تحصل فيها عضلات معينة على كمية من الأكسجين تكفيها للقيام بالتنفس الهوائي لذا تبدأ بالتنفس اللاهوائي كون وكوني فرضية تبين أهمية رفع العتبة اللاهوائية للعدائين المتنافسين عن طريق رفع العتبة اللاهوائية لديهم يتمكن العداءون من الحصول على طاقة أكبر في عضلاتهم نتيجة عملية التنفس الهوائي مما يسمح لهم بتجنب الإحساس بالإرهاق والألم الناتجين عن تراكم حمض اللاكتيك في أثناء عملية التنفس اللاهوائي في السؤال السادس عشر أي العمليات الحيوية تحدث في كل من غشات ثايلوكويد وغشات ميتوكنديريا؟ أعطي سببا يفسر أهمية هذه العملية أو عدم أهميتها نقل الإلكترون في البناء الضوئي يحدث في الثايلوكويد سلسلة نقل الإلكترونات في التنفس الخلوي تحدث في الميتوكنديريا هنا في هذا السؤال أستجابات المفتوحة استعمل الشكل الآتي لإجابة على السؤال سابع عشر لخص خطوات الحلقة في الشكل السابق هنا تظهر معنا حلقة كريبس هذا البايروفيت الناتج عن التحلل السكري يدخل في مرحلة ما قبل حلقة كريبس يرتبط مع إنزيم ستايل الكو إنزيم هنا يخرج ثاني أكسيد الكربون الناد تحول إلى ناد H إذن أولى النواتج خروج ثاني أكسيد الكربون كذلك كان هناك ناتج طاقة وهو الناد H ثم يرتبط هذا مع الستيل كو إنزيم ويكون مركب ثنائي ذرات الكربون ليرتبط مع مركب رباعي ذرات الكربون فيتكون مركب سداسي ذرات الكربون أسميناه حمض أستريك هذا الحمض يتم نزع ذرة كربون في المرة الأولى فيصعد ثاني أكسيد الكربون وأيضا ينتج لدينا ناد H في المرة يتكون لدينا مركب خماسي الكربون يتم نزع ذرة الكربون الخامسة ويخرج ثاني أكسيد كربون آخر ويتكون لدينا ناد H فيعود المركب رباعي الكربون ويكون هناك إنتاج للطاقة نتيجة الأيونات والإكترونات العالية في هذا المركب ويعود هذا المركب الرباعي ليرتبط مع المركب الثنائي ويكون حمض الأستريك وتعود المرحلة مرة أخرى بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى ختام حل تقويم الفصل الثاني رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك